طب ما عليش في خلال عشر دقائق هو إيه المعايير لحيك حاطتها عشان تقول آه خش معي في الأوكازيون لأن حريك أول حاجة هو بيجيب البطاعة الشخصية بتاعته والسجيل التجاري دي أهم حاجة استجيل التجاري في يداته أنه بيفسح عن هويته التجارية ما يفعش طبعا واحد على الرصيف يقول لي أنا عايز أعمل الأوكازيون استحالة طبعا لأن معنى سجيل التجاري يبقى راجل منضبط راجل سوق رسمي هيفيد البلد واخد بالحريك دخوله في الأوكازيون من عدمه ده اختياري لي دين مرة واحد نمرة اتنين حريك هو بس مجرد أنه بيعنها الأسعار داخل المحل بتاعه في شروط طبعا معينة منها لازم يكون حاطت سعرين على القطعة طبعا وقابل ده تكون قابلها بشهر سابق الحاجة الثاني حريك النسبة تكون معقولة يعني ما يكونش نسبة وهمية ما يحط ليش 80% أدخل المحل ألا لا لا ده ما فيش 80% دي خالص بعمله محضر ما بيسيبهوش الحتة دي برضو حالية مهمة لأنها يسلاحزوا حدين أنا مش عايز لخلي المواطن يقلق أن فيه نسب عالية 80% ممكن تكون حقيقية بمعنى فيه بعض التجار بياخدوا شريح عالية جدا بكميات كبيرة بقى أسعار تخفيضات كتيرة وبنسب خصم كبيرة طب خلاص احنا السيزون خلص ما ينفعش يحط الحاجة ديت عنده في المغزن وما ينفعش بيحي السنة الجاي لأن الموديل هيختلف فغزب عن حضرتك عشان دوراء الرأس المال العامل بيعرض بأصعاب أقل شوية هتفاهم ده يا أحمد بيه لو في آخر السيزون حاجة بتقول يعني الشيطة لسه قدامه مثلا شهر ثلاثة نصف أربعة في شهر واحد ده اعتبر في نصف السيزون فهو لسه عنده فرصة أنه يقدر يبيع ما هي دي الفترة بقى فقط أه يعني أصدق ده مش فائد مثلا منتج عنده أو هو متخوف أنه هو ما يبيعش فعشان كده بيعمل تخفيضات أصلا عايز أوصل وبيعمل تخفيضات ليه ما هو المصلحة طبعا إذا قلت الحراكة فاندم اختلاف الموديل الموديل السنة دي غير الموديل السنة الجاي الحاجة التانية البضاع المكدس عنده في المخازم ما هي واخده جزء منه طبعا هو عايز يجيب الهدوم بتاعت أو الملابس بتاعت الصيفي ويحطها فين فلازم يتخلص من هذا هي الراكد ويباحة فيه نصف تغفرات طبعا وممكن يعمل تغفرات أعلى شوية بحيث أن الحاجات التي عنده في المخازم دي يتخلص منه ويجيب الصيف في المكانه طبعا هل حقيقة مثلا من الحملات أو بخبرتك من الحملات اللي بتتم بتشوف أنه هو يكون المنتج اللي بيخش داخل الأكازيون ده أقل جودة شوية من المنتج الطبيعي اللي بيباع في اليام العادية احنا دي بنحكم بناحية هي حرارة القطع اللي عنده دي هل فيها فطورة شرع ولا بلاش فطورة شرع بنات البيع اللي كان بيبيع نفس القطع من شهر السابق فين هي لو ما عندهش الحاجتين دولة يبدأ لأسف جوزين وعني بناماله أطول محضر ماشي بس هو بيجيلوا أكاد يعني هعدي مثال مثلا حد بينتج أو بيصنع أو بيوزع مئة قميس جمع عشرة فيهم دفوهات فيهم قطعة فيهم خياطة مش مزبوطة هما دول يتحطوا في الإيكازيون كتير مننا ممكن يفكر كده لا لا طبعا ما يقدرش يعمل كده لسبب سيجدنا فقط الحاجة دي أساس متخدع لمقيس محصفات قياسية أي شاكوة بتيجي من قبل أي مستهلك اتجاه أي محل لا احنا بنسحب عيانة فندم وبنحللها لو تلع كلام ده مزبوط لا بيتعامل محضر ومحضر كبير كمان الشاكوة بتيجي لحضرتك مباشرتك كوزارة التموين أو الإدارة ولا بتيجي لحمة المستهلك ولا بتيجي المين فيه خط ساخن فندم وفيه بوابة الشكاوة الحكومية بوابة الشكاوة الحكومية رقمها 16-528 تمام دي المجلس الوزر دي المجلس الوزر وبيوزع الشكاوة وفيه رقم تاني حريك اللي هو جهاز حامات المستهلك 19-500 أو موجود معنا على الشاشة الوقت كمان لو أي حد عنده أي بلغة أو أي حد ففيه تنصيق حريك بيننا وبنجهاز حامات المستهلك لأن احنا كلنا تحت مظلة واحدة أولا أولا هشوف إيه فندم في المحل عشان روح ما تكلم حقيقة أقول لك فيه هنا مخلفة أكتر حاجة بتقابلنا حضرتك أن التجر بيرفض يرجع الحاجة البضاعة اللي هو خدها المستهلك تمام تحت دعوة كتيرة ولكن قانون حماية المستهلك بيقع المستهلك الحق أو المواطن أنه رجع البضاعة أو القطع بتاعته في خلال 14 يوم حتى وإن لم يكن باقي عيوب طيب إذا كان في عيوب يدول فرصة حتى 30 يوم يعني واخد بال حضرتك الحاجة الثانية إذا كان البلوفر أو الأميس في دفوع أو بتاع وخد باله لا يرجعه مرضيش بيجدنا حضرتك بتعمل إيه بقى هنا أنت ما حاجة بتتوجه مثلا المحل أو بعض الموظفين التابعين اللي قدرت حضرتك وجيب حق المواطن وإن اللي بيحصل وقتي كمان وقتي طبعا ادلع عليك يا فندم أن يوم الجمعة والسبت يوم الجمعة والسبت ده راحة طبعا لا يا فندم احنا بننزح معلات فيها لسبب بسيط جدا لأن دي نسبة شرائر أكبر لشن دي أجازات الموطني فدي احنا ان شاء الله أو الحمد لله رب العالمين بننا أكتر من سنتين شغلين على موالد الجمعة والسبت ده راحة حملات وحملات مكثفة كما يتصور بعض أن الفطر الإقوازيون دي بيكون في ملابس فقط أعتقد دي بتبقى أكتر من منتج طبعا هو حضرتك يمكن الاستواد الأعظم من الإقوازيون هو الملابس تمام